تحت عنوان لقد محوا أحلام أطفالي أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة السورية تقريرا تحدثت فيه عما أفرزته سنوات الحرب في سوريا من انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال الأساسية من قتل وتشريد وتيتيم وحرمان من التعليم نتائج التقرير هي خلاصة عمل ميداني منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011 حتى شهر 21 نوفمبر الماضي اللجنة أجرت خلالها نحو 5000 مقابلة مع أطفال سوريين وشهود عيان وناجين وأقارب ناجين ومهنيين طبيين ومنشقين وأعضاء من المجموعات المسلحة وغيرهم التقرير تضمن معطيات عن فتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 14 عاما أجبرهم تنظيم داعش الإرهابي على الزواج من مقاتله بشكل قصري ووثق التقرير اعتقال قوات النظام والميليشيات الموالية لها وفصائل المعارضة المسلحة الأطفال واخضعهم للتعذيب وسوء المعاملة إلى جانب تعرضهم للاختصاب والعمف الجنسي كما صلتت لجنة التحقيق الضوء على الظروف المروعة للتعليم وتدمير آلاف المدارس ما عطلت دراسة لأكثر من مليوني تلميذ وتلميذة واستنادا لكل استنتجات التحقيق قدمت اللجنة جملة من التوصيات للحكومة السورية تحثها على ضرورة احترام حقوق الطفل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق صراح جميع الأطفال المحتجزين وتصميم وتنفيذ برامج للتعافي الجسدي والنفسي ترجمة نانسي قنقر